بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا بينا عن نبي عليه أفضل الصلاة والسلام بص رجالة النهاردة إن شاء الله بنكمل سلسلة حلقات الرايتينج وبناخد الحلقة التانية في الرايتينج بعد ما كنا عملنا حلقة البنكتشويشن وكتير من حضراتكم شافت حلقة البنكتشويشن بس للأسف مش كل الدفعة شافت الحلقة وعلشان كده بقولكم اللي شاف الحلقة وحسن استفاد بيها يشايرها لأنه مش كتير من الناس تعرف أصدا إن في قناة تانية بينزل عليها عن المقال والبراجراف الفقرة الإنشائية وهنتكلم عن كل الديتيلز وتفصيح لك كل تعريف وبفصره لك وبوضح لك في أثناء الفيديو الحاجات دي بتيجي إزاي في الامتحان وإزاي تتعامل معاها وأنا بشرح الكلام ده وبعد ما بخلص شرح ببدأ أحلتك إن شاء الله هتطلع من الحلقة دي والسؤال ده بالنسبة لك مضمون زي ما الحمد لله وبفضل الله سبحانه وتعالى دامنا سأبطيها معي يبقى زي ما تفانى مع بعض إن أجزاء الفقرة تلات أجزاء topic sentence دايماً أي فقرة بتبدأ ب topic sentence الجملة الافتاحية ايه الجملة الافتاحية؟ يبقى الاسي ده الاسي ده مقال الاسي زي ما قلنا إن البراجراف عبارة عن مجموعة من sentences من الجمل يبقى الاسي هو مجموعة من الparagraphs شوية البراجرافات محطوطة على بعضها بتديك موضوع معين هو بيتكلم عن موضوع واخد بالك زي ما قلنا البراجراف بيتكلم عن موضوع واحد كمان الاسي بيتكلم عن موضوع واحد الموضوع ده مهم جداً يقول لك an essay speaks about one subject two subjects three subjects four subjects لا وهنا بقى تعريف الهق زي ما اتفقنا what's the hack? a hack is an opening sentence statement or sentence هي جملة افتتاحية بنفتح بيها الموضوع ينا نقاسي that attempt to grab بتحاول تجذب جذب the reader's attention انتباه القارئ so that they want to read them عشان يفضلوا يستمروا في القراءة موضوع الهق ده موضوع مهم وفيه ناس كتير مش عرفات معايا في كلمة كلمة يلا بينا نروح نحل اسئلة علشان نطبق عملي على الموضوع ده ونشوفها يجينا في الامنحان ازاي ونرجع على بعض الاسئلة السؤال الاول بيقول المقال is اتفاقنا المقال هو مجموعة من البراغرافات مش مجموعة من الجمل اللي مجموعة من الجمل هو ما هو البراغراف يبقى انا عندي الاختيار letter a غلط ولكن letter b a series of paragraphs about one main idea or point letter b هنا يليم ازاي بتفصل البراغراف عن بعضيهم بتحط ايه ما بين باراغراف وبراغراف يعني من الاخر بداية كل باراغراف بيبقى موجود ايه بيبقى موجود حاجة اسمها indent ايه المسافة الفاضية اللي في بداية كل باراغراف يبقى كده بعرف ان دي بداية باراغراف جديد فبالتالي letter b هنا يليم اقرى كده شباب نكون الحمد لله خلصنا محاضرة النهاردة شرحنا الاسي والبراغراف تفصيلا وحلنا عليهم اسئلة كتير علشان ان شاء الله بإذن الله تبقى ضامن درجة الموضوع ده في الامتحان اتمنى تكون استفدت من الفيديو اتمنى تكون شايرته لكل الناس وعملت لايك وسيبت الكومنت بتاع حضرتك بحبكم جدا جدا في الله واتمنى لكم دايما التفوق والنجاح الى اللقاء